اول كرط يجاك يا برج الميزان يقولك عيش اللحظة اللي انت فيها وبلاش تضلك زعلان على شغلات سارت في صراعات جوات عقلك وفي غضب كبير فالورقة بتقولك عيش حياتك الحين عيش اللحظة بلحظتها عيش وينبسط لان الهدوء مقرب منك الهدوء عم بيقرب منك فانت لازم تشوفه وتعيشه كذلك بشوف يا برج الميزان انه فيه طاقة كبيرة عندك فيه طاقة غضب وزعل يعني كيف راح يشرح لك كأنه انت منزعج فاير من هالطاقة هي مو منيحة من الاصل اما الحبيب فاجاته كنت انه راح يعيش حياة جميلة ورح تكون عنده اسرة جميلة اه اه وفيه سعادة كبيرة من تزرته حاجات حلوه في الطريق وهيكون فيه توازن بينك وبينه ولكن لازم على الحبيب يعمل تسامح وتفاهم معك لانه اذا فعل هذا يعني لو عمل كده فربنا حيديه الحب الحقيقي الغير المشروط لانه انت بالنسبة الى يا برج الميزان الحب الحقيقي فمبين عندي يا برج الميزان انك قلت له كلام جامد يعني كلام قاسح يعني كلام هزه اه خلاه في حاله اه لاني عم شوف وحاسس انه مجروح جدا وتعبان وبيفكر الكلام اللي قلت له في الشغلة اللي صارت بيناتكم رح نشوف رح اسحب لك كارت تانية يا برج الميزان نشوف شو رح يطلع لك برج الميزان الكارت هي كارت دعوة كأنه في عندك دعوة انك تهدي حالك وتلتجي للدعاء والسلاة كأنه في عندك امية في عندك دعوة الحقيقة الكارت هذا دعوة هي كارت استجاب الدعوة بس في حالتك وحسب الحالة اللي طلعناها اه 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 انت اه لازم اه تدعي وتصلي وتطلع من الطاقة السلبية اللي انت فيها اه اه يعني انت لازم تخرج تتفسح لانه مبين يا برج الميزان انه انت زعلان ومتعكن قوي ومش عارف تفكر ومتغاض من الحبيب اه انت نظرتك كأنك شايف انه الحبيب ما بيفكرش مزبوط ما بيفكرش منيح انه مش متوازن انه انسان متلخبط انه انسان يعني مش متوازن وكذلك يا برج الميزان ممكن يكون هالشي هو حب جديد وشخص جديد دخل حياتك ويداك حب جميل اوي فواضح ان العلاقة دي اه اه علاقة جديدة يعني ممكن تكون كذلك عندي في اشارات يعني ممكن تكون علاقة جديدة فمبين عندي انكم في علاقة الصل ميت او توينفلين وانتو شكلكم مش متقبلين من زمان من زمان اوي او انكم اتقبلتوا وتخصمتوا لاني بشوف في غضب بيناتكم يعني في زحل كذلك عندي هون في ورقة طالة للحبيب بتقول له انتظر ويت وانت جيل لك ورقة بتقول لك تعامل بطريقة مختلفة واسلوب اخر يا برج الميزان خليني اتأكد في عندي طاقتك طال عالي طاقة الشيطان مش الشيطان يعني القصد بس طاقة الغضب يعني انسان غضبان متغاز كتير يعني كأنه الدخان عم يطلع من انفه من الغضب بدي اتأكد اشوف طاقتك طاقتك صح طاقتك صح طالها عندي طاقتك طاقة غضب وزعل يعني انت دمك فاير من الشي اللي صار والله ما في بيت ساهل يعني لا تكون طاقتك بهالشكل يعني عندي طاقتك هون بس انا قلت خليني اتأكد واضح عندي يا برج الميزان انك زعلان ومتغاز ومتعسب ومتدايق فا يعني ممكن يعني تكون حاليا في طاقة جسدية بس واضح عندي انه في طاقة غضب يمكن لانه انت شايف انه الشخص ده بيلعب وخلينا نشوف وح نشوف الشخص ده شو اذا بيلعب اذا ظنك في محله وحنشوف بسراحة يا برج الميزان تلا عندي انك انت زعلان كثير وكأنك عم طالب بالعدالة بس طالع عندي الشخص ده ما كيلعب متى حاجة يعني لا بيلعب ولا شي ولا حاجة الشخص ده بيمر بظروف صعبة بحياته وفي حاجات كثير يعني في حياته متل اخبطة وهو حاليا بيحاول يوازن حياته هو مجروح طالع عندي انه مجروح كثير بيحاول يوازن حياته مهم الشخص ده مرة بشغلات يعني خليته يخاف من الحب بشكل عام فهو يحاول يوازن نفسه بشكل كلي احب اقولك ان الشخص ده اللي انا شوف اتأكد لك انا عم بتأكد نشوف الشخص ده صح مثل ما قدت الشخص ده عاوز يعطي فرصة للعلاقة ده وهو بيحبك بيحبك كثير 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 انا حبيت اتأكد رغم انه القراءة واضحة عندي بس حبيت اتأكد عاملة هون الشخص ده بيحبك كثير وشعر معاك بالسعادة كبيرة لانه شايف انك انت السلميت تبعه هو مجروح اوي وحاسس بجرح كبير هو شايف انك غامض اوي فاحتمال تكونوا من بلاد مختلفة او في شيء بينكم مختلف لانه هو بيشوف انك شخص مختلف عنه وعندك حاجات يعني بتخبيها عنه هو مش عارفها ومش عارف يفهمك بشكل مصبوط وشايفك من النوع القلوق يعني شايفك بتصير قلق بسرعة ومبتتكلمش يعني في شغلات كثيرة هو عاوز يعرفها ومبتبينش انك متدايع كمان هو شايفك انك اختفيت وتبعت عنه ومش عاوز تكلمه ومبين عندي انه انه انت التلو كلام جارح كلام يعني جارحة كلام في الصميم ومدتوش فرصة عشان يدافع على نفسه فهو عاوز فرصة عشان يدافع عن نفسه يا برج الميزان كمان هو شايفك انك تسرعت من اتخاذ القرار نحيته وتسرعت في الحكم عليه وكذلك في الحكم عن الموقف اللي صار او اللي صار بناتكم او اه الموقف اللي كان فيه هو على حسب الوضع فأنت اضرة فأنا يا برج الميزان شايفك انك خايف من السعادة من الارتباط وشايفه يا برج الميزان انه الفترة الجاية رح يكون دماغك متلخبط وحاسس انك مش عاوز ترتبط تاني يعني لحد ما تزبط حالك ومش عاوز حلاقة مع حد دلوقتي وعاوز تكون لوحدك حابب انك تضل مع حالك عشان تدرس الوضع منيح صراحة يا برج الميزان الشخص ده عنده حماس للعلاقة دي وعايز يدي فرصة للعلاقة مرة تانية خليني شوف الورقة اللي عندك مقلوبة يا برج الميزان الورقة دي بتعني انه الشهر ده مش حيكون بناتكم توافق او مش حتيعرفوا توافقوا او تتوافقوا صح مع بعض وده بسببك يا برج الميزان تعلي علي بسببك لانه دلي بينكم لانه دلي بين عندي يعني مبين انه انت متعصب حتى اني قلت خليني اتأكد مرة تانية يطلع عندي انه انت متعصب وفي طاقة عصبية يعني كأنه في طاقة ممنيحة انت متعصب يا برج الميزان اههه وعم بشوف انك حاسس ان الشخص ده هو السلمات ولكن انت بتقول انه انا بس سهل الاحسن وده انسان مثل اخبر ومش عارف هو عايز ايه وبيلعب بضيع وقت يعني ممكن يكون بضيع وقت هون وهون لهذا يا برج الميزان طلعه لك ورقة بتقول لك انت محتاج تطلع من الطاقة دي وتقدي وقت وما تفكرش في الماضي او احداث صارت مع هذا الشخص كمان فيه شغلات قلقاك اوي وانت شاكيك انه الانسان ده بيلعب عليك بس يا برج الميزان طلعه لك انه شخص ده بيحبك ورح نشوف شخص ده بيحبك ورح نشوف شو رح يطلع ماء رح نعيد شخص ده بيحبك طلع عندي بيحبك الشخص ده بيحبك اوي وانت عاس حسب ما بيين عندي بصراحة مش عاوز الانسان ده يعني انت مثل اخبط بس حب بشرك انه الانسان ده هيستنك لانه بيحبك وهو متسامح خليني شوف شغلات خليني شوف خليني شوف خليني شوف ولازم يدافع على نفسه في هالموقف اللي صار كمان لازم اشوف اشوف لك هاد النقطة هادي طالع لك ورقة يا برج الميزان امسك نفسك وصبر شوية امسك اعصابك فالشخص ده هو السول ما يتبعك او تويفلين وهو بيحبك وبيستنك ورح ينتدرك بس انت الفترة دي عايز تضل حالك وعاوز تنعزل مش عاوز تخرج ولا عايز تتفق معه فبشوف يا برج الميزان انك لازم تمسك نفسك شوية وتخفف من طاقة الغضب اللي عندك طاقة الزعل طاقة الضجر لانه انت بتفكر كتير فانت محتاج انت مش شايف ان الشغلة دي مهمة بس انت محتاج تتفاهم مع الشخص هذا عشان ترتاح عشان ترتاح انت لازم ترتاح داخليا عشان تشوف الامور بشكل صحيح فانت يا برج الميزان محتاج شوية هدوء طب خلينا دلوقت نشوف ايه اللي هيحصل خصوصا انه عندك الطاقة دي خلينا نشوف ايه اللي هيحصل مع هادي الطاقة هادي تخفف الطاقة والله ماشي بيستهل الزعل شوفوا حتى الطاقة طالع عندي مش اه يعني نفس الشي انا عايز اعرف ايه ايه حكاية الكاك اللي بيطلع لك ده كل ما فك انا نقل كروت دي والله انا مستغربة مبين عندي يا برج الميزان انك متعصب اوي فانت هتفضل في الطاقة في الطاقة دي زعلان يعني زعلان شوية والشخص ده طالع عندي كمان زعلان ولكن هو بيحبك وعاوز يعطي فرصة تانية للعلاقة بالعلاقة دي بس انت عندك احساس انه في شي احسن مستنيك وانت بتستاهل افضل من كده فالورق بيقولك خد وقتك خد وقتك واطلع وتفستح وفرح عشان تطلع من الطاقة السلبية دي عشان تعرف تفكر مزبوط نشوف لك شو رح يقولك الورقة كمان الورقة بيقولك يا برج الميزان انت محتاج للشفاء خصوصا للشغلات اللي صارت معك والشغلات اللي جواتك فانت محتاج تجلس لوحدك مع حالك وتستشفي روحك انك وتستعمل الوقت ده بانك تفكر في الحب والطرق اللي ممكن انك تعطي فيها الحب عشان انت كذلك تحصل على الحب قوي برج الميزان انا شايفك انك متلخبط قوي وانت لازم تدور على مدرس روحي عشان يساعدك من التخلص من الغضب او الزعل او حتى ممكن تكون دي طاقة جسدية فارح اقلكم الابراج اللي ظهر عندي عندي برج السرطان وبرج الجري والاسد او القوس في عندي طاقة نارية وهوائية ومائية بس يعني بشوف في طاقات بس قليلة بس دي الابراج اللي تعغي على القراءة اللي واضحة فاربنا معاكم يا برج الميزان و يا رب تطلعوا من الطاقة الجمدة طاقة الغضب دي و يعني انت لازم تروح عن مدرب روحي او سيكولوجي ف اه اه كيف ما بيقولك الورق اه اه فكر في اللحظة ومش في الماضي عيش اللحظة بلحظته ولا تخلي الزعل يسرق منك الوقت يسرق يومك يسرق ساعتك لو شو ما سار لانه بيقولك السلام بيقرب منك خطوة بخطوة وانت حتفهم فانا بشوف يا برج الميزان انك تدي شخصي ده فرصة عشان يشرح لك ايه اللي حصل وتفهم الموضوع صح وتتخلص من الطاقة السلبية من طاقة الغضب طاقة الزعل طاقة الدجر او طاقة العزال وتفهم الموضوع مزبوط فالورق بيقولك انه طاقة السلام بعيدة عنك خطوة فتحرك مزبوط عشان توصل للسلام ربنا معاكم يا برج الميزان وقولوا لي رأيكم في القراءة ايه من خلال التعليقات اشوفكم على خير وما تنسوش تشركوا بالقناة قنع؟ اشوفكم على قراءة شكرا